بعد تأخر لأشهر بغرض إعادة فرز الأصوات إثر اتهامات بالتزوير عقد مجلس النواب العراقي الجديد اليوم جلسته الأولى على وقع اضطرابات شعبية ومنافسة سياسية شديدة بالإعلان عن تشكيل تحالفين يؤكد كل منهما أنه الأكبر في البرلمان والأحق بتشكيل الحكومة الجديدة برلمان جديد وجولة أخرى من سباق تقاسم السلطة حيث تصبح الحصة الأكبر في البرلمان عنوان المرحلة في المشهد العراقي ومحل تنازع تشكيلين سياسيين جديدين يسعى كل منهما إلى اقتناس الحق بتشكيل الحكومة الجديدة الزعيم الشعي مقتدى الصدر داعم التحالف الفائز بأكبر عدد من الأصوات في البرلمان عقد تحالفا مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وضم عددا من الكتل ليعلن الرجلان بثقة أنهما تجاوزا عتبة الكتلة الأكبر على الطرف الآخر يلتقي رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي مع هادي العامري زعيم تحالف الفتحة ليشكلها على أرضية ميليشيات الحجد الشعبي ما يؤكدانهما أيضا أنه الكتلة الأكبر في البرلمان بين الطرفين تبرز معادلات الترجيح والدعم من الداخل والخارج وسط تركيبة معقدة من المصالح والترضيات والصفقات السياسية ومع الحديث عن شقاقات في الكتل السنية بات الأكراد يمثلون الهدف الأبرز للتشكيلين الولدين في سباق تعزيز الكثرة العددية والامتداد الجغرافي والديمغرافي بينما لا يجد الزعماء المتنافسون حرجا في الإعلان بين حين وآخر عن تجاوز مرحلة المحاصصة والطائفية بالطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة محللون يضعون المشهد في صورة مغيرة مشيرين إلى الدعم الأمريكي الواضح لتحالف العباد الصدر مقابل الدعم الإيراني لتحالف المالك العامري حرب واشنطن وطهران هذه قديمة جديدة على الأرض العراقية وسط تحذير محللين من التراجع مجددا نحو مربع المحاصصة على حساب الشراكة مقللين من فرص تحرر القرار الوطني العراقي من حسابات مجلس الحكم وسلطة الائتلاف